اشتركوا في القناة وكبته من ظروف استثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا مع عكس الحرص الذي توليه المملكة العربية السعودية ومساعيها المباركة في تحمل تلك المسئولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر الإسلامية مثمنا سموه ببالغ التقدير الجهود الكبيرة لخادم الحرمين الشريفين رعاه الله وحكومته الرشيدة بتنظيم شعيرة حج هذا العام وفق إجراءات احترازية وتدابير وقائية ساهمت في تحقيق أعلى معايير السلامة للحفاظ على صحة ضيوف الرحمن وتوفير أقصى درجات الراحة والعناية بهم دعيا سموه المولى القدير أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام أعمالهم وطاعاتهم وأن يمن عليهم بالأجر والمغفرة وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بالمزيد من التقدم والنماء والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين حافظه الله وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر اليمن والبركات وأن يرفع هذه الجائحة عن بلاد المسلمين والبشرية جمعاء ويسبق على عباده نعمة الصحة كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القهد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقيتين تهنئة مماثلتين إلى أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى أخي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية في البملكة العربية السعودية الشقيقة